حبايبي الحلوين أولى السنوي تعالوا كده نحل مع بعض أسئلة الـ Gravitational Force بقولك 2 small balls have a mass يعني أنا فيه قرتين القرتين عندهم نفس المass يعني القرى الأولانية المass بتاحها بـ 7.3 كيلو جرام والقرى التانية برضو المass بتاحها بـ 7.3 كيلو جرام هما اللي اتنين بقولك their centers are 0.5 meter apart يعني بقولك المسافة اللي هي الـ R بـ 0.5 meter apart بقولك calculate the mutual attraction force صحبي وحبيبي قلت لك أنا دايما الجي رقم أنت بتبقى حافظه هو مش هيدهولك 6.67 by 10 power negative 11 يلا مع بعض ده الـ Given بتاعنا هقول إن الفورس equal G M1 M2 divided R power 2 الـ F equal هشيل الجي أكتب رقمها 6.67 by 10 power negative 11 باي الـ M1 7.3 by M2 7.3 divided R power 2 0.5 power 2 هنعملها بالكالكوليتور هتطلع معينا الفورس بـ 1.4 by 10 power negative 8 وقوعها تنسى تكتب الـ Newton بقولك two balls having the same mass ركز معي بكلمة the same mass يعني عندي قرطين القرطين قد بعض يعني المسة الأولانية equal المسة التانية and the distance between their centers 2 meter وهو بيقولك إن R المسافة equal 2 meter بيقولك and the attraction force between them الفورس اللي ما بينهم 6.67 by 10 power negative 9 newton هو بيقولك احسب المس بتاعت كل قرى فيهم احسب المس بتاعت كل قرى فيهم طب أنا كنت مديك وإحنا في الحصة كده واتفقت معاك يا حبيبي الأول إن نجري بتاعتي 6.67 by 10 power negative 11 اديتك قانون كده للمس كنت بقولك إيه لو طلب المس M1 M2 equal FR power 2 divided G مشانا اديتك القانون دوت في الحصة طب لما M1 بتساوي M2 هم اللي اتنين بيساوي بعض ينفع اكتب لما أنا هنا بعملهم by يعني أنا دلوقتي بعمل M1 by M2 ينفع اكتب مكانهم M power 2 ينفع طبعا لأنه هم اللي اتنين بيساوي بعض لأنه هم اللي اتنين بيساوي بعض كإني بعمل M by M هيساوي M power 2 فأنا هقول M power 2 equal FR power 2 divided G طب أنا لو عايز أجيبه M1 هحط دي تحت الroot وهحط دي تحت الroot يعني هيديني M equal root FR power 2 divided G فسبتلي القانون دوت لما يقول لك عند اتنين ماس قد بعض وعايز ماس واحدة منه لما يقول لك هم اللي اتنين زي السين ماس وانا عايز ماس واحدة منه equal يلا نشتغل مع بعض هشيلي الفورس اكتب مكانها 6.67 by 10 power negative 9 الر ب 2 power 2 divided G ب 6.67 by 10 power negative 11 هعملها بالكالكوليتور هتطلع معي الماس ب 20 كيلو جرام ودي الاجابة اللي انا عايزها هتطلع معي الماس ب 20 كيلو جرام ركز معي في السؤال الجاي ده السؤال الجميل هحله بطريقتين بيقول لك 3 كيلو جرام ماس is located 10 سنتيمتر away from 6 كيلو جرام ماس تعال نفهمه عندي ماس بكام 3 كيلو موجودة على بعد 10 سنتيمتر من ماس تانية الماس التانية بكام الماس التانية ب6 كيلو جرام بيقول لك what's the resultant gravitational force on 2 كيلو جرام ماس located at the midpoint يعني انا عندي فيه واحدة ب2 كيلو يعني ايه في الميدبوينت في النص بالزبط طب هي كلها 10 سنتيمتر ولما هي تبقى في النص بالزبط يبقى المسافة اللي ما بين القورة 6 و 2 ديات هتبقى 5 سنتيمتر والمسافة برضو اللي ما بين الـ 2 و 3 5 سنتيمتر هو بيقول لك هاتلي هاتلي net force بص يا صاحب ركز معي في اللي هقوله لك القورة 2 في قوة ما بين 2 و 6 فالقوة 6 بتشد 2 وفي برضو قوة تاني ما بين 3 و 2 فالقوة اللي اسمها 3 بتشد 2 طيب انا دلوقت انا دلوقت انا دلوقت في قوة ما بين 6 و 2 وقوة ما بين 2 و 6 يعني الـ 2 ديات 6 بتشدها ناحيتها والسري بتشدها ناحيتها مين اللي هاتكسب السيكس ولا السري يعني كأننا عندي هنا مثلا كأننا عندي هنا وزنة تمام بـ 2 كيلو وعندي هنا 6 ولاد بيشدوا 6 بيشدوا من هنا 1 2 3 4 5 6 وفيه 3 ولاد بيشدوا الناحية التانية مين اللي هيكسب الـ 6 هيكسبوا بفرق كام هيكسبوا بفرق 3 كيلو هيكسبوا بفرق كام 3 كيلو ده فكرة السؤال فانا هقول ان الماس الاولانية هتسوي 3 كيلو ده الفرق طب الماس اللي بتتشد بكام اللي هي الـ M2 هتساوي 2 كيلو والمسافة اللي ما بينهم 5 سنتيمتر الـ R 5 سنتيمتر عشان احاولها من السنتي للميتر هعملها divided 100 يعني هتديني بـ 0.05 يتبقى لـ G G بتاعتي بـ 6.67 بـ 10 بـ 11 يلا نجيب الفورس هقولي ان الـ F equal G M1 M2 divided R power 2 هقولي ان الـ F equal G 6.67 بـ 10 بـ 11 بـ M1 B3 by M2 B2 divided R power 2 اللي هو 0.05 power 2 هعملها بالكالكوليتور هتطلع معي الفورس بـ 1.6 0.10 power 0.10 power 0.7 نيوتن دي طريقة واحد تاني يقولي يا مستر انا جبتها ازاي واحد تاني يقولي ايه بص انا هحسب واحد تاني حل بالاسلوب دوت والاسلوب اللي انا اقوله دلوقتي صح واحد حسب القوة اللي ما بين الـ 6 والـ 2 وواحد حسب القوة اللي ما بين الـ 2 وبعد كده اخذ القوة تاني عمله من مينس بعض يعني واحد جاب الفورس دي طريقة تانية اللي ما بين الـ 6 والـ 2 قالك ايه قالك G بـ 6.67 بـ 10 power negative 11 طيب والـ M1 اهي بـ 6 الـ M2 بـ 2 والـ R اللي هي بـ 0.05 power 2 حسب نات دي القوة الاولى بعد كده هحسب القوة اللي ما بين الـ 2 والـ 3 هقول ان الـ F التانية equal يلا 6.67 بـ 10 power negative 11 بـ هنا الماسة الاولانية بـ 3 بـ الماسة التانية بـ 2 divided 0.05 power 2 واحد حسب الاولى وحسب التانية تمام لما نحسب اللي اتنين هتطلع معاك الاولانية دي طريقة تانية بـ 3.2 by 10 power negative 7 هتطلع التانية بـ 1.6 by 10 power negative 7 لما تعمل اللي اتنين minus بعد minus الـ 1.6 minus by 10 power negative 7 هتطلع معاك برضو الاجابة بـ 1.6 by 10 power negative 7 نيوت دولة طريقتين دي طريقة اولى وده طريقة تانية تمام ده تفكير وده تفكير ده صح وده صح السؤال اللي بعض بقولك if the distance between two object increase three times the attraction force هو بيقولك distance اللي هي الـ R زادت three times يعني بقت 3R هو بيقولك اللي يحصل في force بص يا حبيبي انا النهاردة عندي نوعين من الاسئلة في نوع اسمه اسئلة ارقام وفي نوع تاني اسمه اسئلة ratio فانا قبل ما بحل السؤال ده عايز الناتج رقم ولا عايزه ratio عايزه ratio عايزه ايه عايزه ratio فلو السؤال بتاع ratio هحل بالطريقة ديت هو بيسألني على الفورس ادي الـ F G M1 M2 divided R power 2 فاسئلت ratio الحاجة اللي ما تتغيرش حط مكانها 1 الحاجة اللي ما بتتغيرش حطه مكانها 1 يعني هل الج تغيرت لا حط مكانها 1 هل الـ M2 تغيرت لا حط مكانها 1 هل الـ M2 تغيرت لا حط مكانها 1 هل الـ R تغيرت A بقى ب3 3 وهنا R power 2 يبقى 3 power 2 يعني هيديني 1 over 9 يبقى ده معنا ان الفورس decrease 2 1 9 ركز معايا في اللي هقوله لو السؤال ده تعايز R com يعني عايز الاجابة رقم كنت G هكتبها برقمها اللي هو 6.67 by 10 by negative 11 بس اسئلت ratio بتتحل بالطريقة دي طيب الـ gravitational constant هو universal constant ما بيتغيرش هو بيقولك constant انت تقوله change مستحيل هو بيقولك constant انت تقوله change مستحيل بتقولك ان gravitational constant ده ثابت ما بيتغيرش بيقولك 2 asteroids 1 with mass يعني الاولين الماس بتاعته الماس الاولى 7.3 12 by 10 power 18 kilogram and the other with mass الولى التاني الـ M2 B5.33 by 10 power 8 kilogram R 10 by 10 power 10 meter abort يعني الـ R المسافة اللي ما بينهم بتن by 10 power 10 meter هو بيقولك هاتلي gravitational force خلي بالك في كل الاسئلة مش مديك الجي لانه معطمد اللي انت حافز الجي الـ F بتاعتي equal G M1 M2 divided R power 2 هقول ان الـ F equal الجي LG 6.67 by 10 power negative 11 M1 7.12 by 10 power 18 M2 5.33 by 10 power 8 R power 2 اللي هي 10 by 10 power 10 all power 2 صحبي سمعني سمعني في اللي هقوله السؤال دا تعمله بالcalculator مرتين ثلاثة السؤال دا تعمله بالcalculator مرتين ثلاثة عشان تأكد الاجابة بتاعتك هتطلع معاك الاجابة number C هتطلع معاك الاجابة number C سؤال 7 بيقولك the moon has mass يعني عندي المس الأولانية 7.4 by 10 power 22 and the radius R 1.7 by 10 power 6 meter برقوة the force of gravity هو عايز force اللي هتأثر في المس التانية الولد التاني المس بتاعته equal 70 كيلو جرام وخلي بالك في كل الأسئلة مش ميديكي G لأنه هو معتمد ان انت حافظ G capital G capital M1 M2 divided R power 2 واقول F equal G capital 6.67 by 10 power negative 11 M1 7.4 by 10 power 22 المس التانية B70 divided R power 2 اللي هي افتح bracket 1.7 by 10 power 6 power 2 هتطلع معاك بالكالكوليتور كده بالزبط 119.5 اللي هي approximately كده هتساوي 120 اللي هي هتساوي 120 نكمل السؤال ده انا حلته معاك في السنتر تعال افقرك بيه تاني من الاسئلة الجميلة هو بيقولك هاتلي ريشيو ما بين لما تقرى السؤال ما بين هاتلي ريشيو ما بين القوة اللي ما بين X و Y و ريشيو ما بين القوة اللي ما بين Y و Z يعني هو عايز الفرس اللي ما بين X و Y للفرس اللي ما بين Z و Y واحدة واحدة انا اول حاجة اول حاجة هتكلم على قلمك بقى معايا ويمشي واحدة واحدة ها قلمك معايا ويمشي واحدة واحدة هتكلم اول حاجة على الفرس اللي ما بين X و Y خلي بالك يا صاحب ده سؤال ريشيو ده سؤال ريشيو خبي القرى اللي اسمها Z يلا القرى اللي اسمها Z X و Y القرى X الماس بتاعتها بكم M بFOR M يبقى الماس الاولى بتسوي FOR القرى اللي اسمها Y الماس بتاحها بكم M ب1M يبقى الماس التانية equal 1 المسافة اللي ما بينهم كم R 2R يعني المسافة هتسوي 2 طيب مش انا عندي الفورس equal G M1 M2 divided R power 2 واقول F equal الحاجة اللي ما تغيرتش هنزل مكان ها 1 لان ده سؤال ريشو الجي هنزل المكان 1 M1 هنزل مكان 4 M2 هنزل مكان 2 R هتبقى 2 power 2 لما عملها بالكالكوليتور هتطلع معي في الاخر الفورس ب2 طيب تعال نحسب الفورس اللي ما بين Z و Y يلا الماس الاولى القرى Z بكم M ب2 M القرى Y بكم M ب1 M المسافة اللي ما بينهم بكم R بR 1 طيب القانون بتاعي F equal G M1 M2 divided R power 2 هقول ان F equal يلا يلا هشيلي G اكتب مكانها 1 هشيلي M1 اكتب مكانها 2 هشيلي M2 اكتب مكانها 1 هشيلي R اكتب مكانها 1 power 2 هنا between two bodies is R ماشي يعني هو بيقولك المسافة اللي ما بين two bodies is R if the mass of one body is doubled يعني أنا عندي اتنين mass عندي M1 و M2 هو بيقولك في واحدة منهم واحدة بس doubled يعني مثلا أنا هقولي ان M1 double يعني بقي باتنين M1 so the distance between them يعني هو بيقولك اللي يحصل في ال distance to make the attraction force decrease للهاب عشان اخلي الفورس تقلي للهاب طيب هو دلوقتي بيسألني على مين هو دلوقتي بيسألني على ال R هجري اكتب خلي بالك ده السؤال ريشو ده السؤال ريشو ال R equal root G M1 M2 divided F يلا هقول ال R equal هل الجي دغيرت لا هنزل مكانها 1 M1 دغيرت ايوة بقى بي 2 طب هل M2 دغيرت لا هنزل مكانها 1 F دغيرت ايوة بقى بي هال لما عملها يقول لها بال calculator هتطلع معي خالص في ال R بي 2 يعني هتطلع في ال آخر بي 2 السؤال الجاي ده جميل قوي يعني عندي كورتين قد بعض بالضبط كلمة identical يعني قد بعض وتانجنت يعني لمسين بعض كده دولة بالزم identical رسم اخرى طيب بص اي هو بيقول لك two identical two identical tangent balls ولا ما يقول لك identical طيب هو بيقول لك في السؤال ان هما الاتنين نفس الماس الماس بتاعتهم M يعني الماس بتاعت الاولى M الماس بتاعت التانية M طيب وهو بيقول لك ان الريديس بتاحهم هما الاتنين R ركز بقى مش انا كنت بقول لك بحس بالمسافة من center لل center طيب الريديس ده R يبقى المسافة كلها على بعض من center لل center R و R يبقى المسافة كلها بقت باتنين R مش انا عندي القانون ال F equal G M1 M2 divided R power 2 هقول F equal G M1 و M2 ما هما الاتنين اسموهم M divided R power 2 الR بقى 2 R power 2 لما عملها بالكالكولاتور هقول F equal G M by M يديني M power 2 2 هتتوزع على 2 by 2 ب4 و R power 2 يديني R power 2 فالاجابة عندي في الاخر هتبقى G M power 2 divided 4 R power 2 G M power 2 divided 4 R power 2 نكمل بيقولك the attraction force between two bodies is 0.04 هو بيقولك ان force between two objects بتساوي 0.04 نوت بيقولك if the distance between them is doubled هو بيقولك لو distance R يعني يعني بقت ب2 R بيقولك the attraction force اللي يحصل فيه واحدة واحدة هو بيسألني على force انا هكتب قانون force F equal G M1 M2 divided R power 2 فانا هقول ان F equal G ما تغيرتش هنزل مكان 1 M1 ما تغيرتش هنزل مكان 1 M2 ما تغيرتش هنزل مكان 1 R بقت ب2 اللي هي 2 power 2 يعني هتديني 1 over 4 ده معنى ان force هتقل 1 over 4 طب force اللي هي 0.04 هتقل لل 1 over 4 لما 0.04 تقل للربع تديني 0.01 هتديني 0.01 بيقولك two balls the distance between their centers اللي هو R بيساوي 0.4 meter بيقولك if their weight يعني هو مديك الweight بتاع القرى الاولانية 1.96 0.10 power 2 newton وهو مديك الweight بتاع القرى التانية اللي هو هيساوي 9.8 0.10 power 2 newton بيقولك so the gravitational attraction force between them هو عايز الفرس اللي ما بينهم وهو مديك G اهي في السؤال ومديك G small بيقولك ان G small بتان صحبي انا القانون بتاعي F equal G M1 M2 divided 4 طب هو مش مديني في السؤال mass هو مديني weight طب انا لو عايز اجيب weight انا معايا قانون بيقولي ان mass weight over G اخدناها في weight كتبته لك ان weight هو M G طب انا لو عايز اجيب المass هي weight divided gravity فانا اول حاجة هجيب المass الاولى هي weight الاولى divided gravity الweight الاولى اللي هي 1.96 by 10 power 2 هعملها بالcalculator هتطلع معايا ب 19.6 kg هجيب المass التانية اللي هي هتساوي الweight التانية divided gravity الweight التانية اللي هي 9.8 by 10 power 2 divided gravity بت يعني تطلع معايا 98 kg يلا بقى نجيب الفورس ما هي خلاص خلصت هقول ان الفورس equal H هو مديني رقمها وانا حافظه 6.667 by 10 power negative 11 by المass الاولانية اهي جبناها 19.6 by المass التانية اهي جبناها 98 divided المسافة هو كم الدهاني 0.4 وقوعة تنسى تعملها power 2 لما اعملها كلها بال calculator هتطلع معايا الاجابة 8.10 power negative 7 سؤال 13 بيقولك if the distance between two bodies and the mass of each of them were decreased للهاب بيقولك كل حاجة قلت للهاب بيقولك distance اللي هي الر بقت بنص الر والمass بتاعتهم هما الاثنين المass الاولانية بقت بهاب المass والمass التانية هي كمان بقت بهاب المass فهو بيسألك على الاتريكشن فورس between them الاف طب يلا نكتب قانون الاف خلي بارك ده سؤال ريشو ده سؤال ريشو يلا يلا الجي تغيرت لا هنزل مكانها 1 الام 1 تغيرت لا اه تغيرت بقى بهاب هنزل مكانها هاب الام 2 تغيرت اه بقى بهاب هنزل مكانها هاب الار تغيرت ايوة بهاب هاملها هاب بور 2 لما تعملها كلها بالكالكوليتور تطلع ب1 طب لما الفورس تطلع ب1 ده معنى ان هي سبتة مش هتتغير سؤال 14 بقولك المسافة بقى ب3 يعني المسافة ب3 المسافة اللي هي R بقى ب3 R طب ايه يحصل في الفورس لسه حلين واحد زي الفورس equal G M1 M2 divided R power 2 G ما تغيرت هنزل مكانها 1 M1 ما تغيرت هنزل مكانها 1 M2 ما تغيرت هنزل مكانها 1 distance قالك بقى 3 3 power 2 يعني تديني 1 over 9 يبقى الاجابة number D انا بحاول انجز معك في الاسئلة علشان ما ناخدش وقتك بي بيقولك 2 bodies A و B of mass M 2 M يعني انا عندي A الماس بتاعته اهي ب2 M ب2 والB ده مثل A مثل B هتساوي 1 M بيقولك are separated by a fixed distance يعني هما ما بينهم مسافة سبت طيب if able B with gravitational force F يعني هو بيقولك ان A بتأثر على B بforce F يبقى B هي كمان بتأثر على A بقوة اسمها F فاكر كتبتك جملة كنت بقولك ان force of small object خلي بالك ده انا كتبتها لك كتبتها لك force of small object equal بتساوي force of big object force بتاعت small object تمام هتساوي force of the big object تمام طيب ليه حبيبي لان انا كنت بقولك ان الفرص دي gm1 m2 divided 4 2 اللي اتنين ماس اشتركوا فيها مع بعض هي القوة دي بتاعة الA والB مع بعض فالقوة المشتركة ما بينهم بF فلو الA اثر على الB بقوة F الB هي كمان هتأثر على الA بقوة F طيب سؤال 16 بقولك force of attraction between bodies is universal is directly proportional to هو بيقولك ان force directly proportional to بص ال force directly proportional مع gravity و directly proportional مع mass و inversely proportional مع R فهي بص ركز force directly proportional مع G وال force directly proportional مع الاثنين mass will force inversely proportional مع R power 2 فهي direct proportional للإجابة الوحيدة اللي هتلاقيها موجودة في اللي choose هي دية product of their masses 17 بقولك the ratio between universal gravitational constant on the earth and on the moon يعني ادي الارض و ادي المون هو بيقولك هات الريش ما بين G بتاعة الارض وال ج بتاعة المون صحبي قلت لك سابت ما بيتغير يعني الجي بتاعة الارض هي هي نفس الجي بتاعة المون لان الرقم سابت فالإجابة بتاعت تبقى equal لما عملهم divided بعض بيقولك هات لليونت بتاعة الuniversal constant كتبت هرك بيدك معي في الحصة اللي هات اطلع معيك number c كتبت هرك بيدك نكمل بيقولك يعني هو بيقولك ان القوة اللي ما بين الارض وما بين المون detected يعني هشوفها هاخبالي منها هلاحظها بسبب اي بسبب their large masses علشان المasses بتاعتهم الكبيرة طيب بيقولك هو بيقولك المسافة r قلت للهاف يعني بقت بنص r تمام طيب بيقولك هو بيسألك على الفورس طيب يلا ده سؤال ريشو ده سؤال ريشو هقولي ان ال f equal g m1 m2 divided r power 2 يا صاحبي ال g اتغيرت لا هنزل 1 ال m1 اتغيرت لا هنزل 1 ال m2 اتغيرت لا هنزل 1 ال r اتغيرت ايوة بقى half انا هعمل half power 2 لما عملها كلها بالcalculator لما عملها كلها بالcalculator هتطلع معاك before يبقى ده معناه ان السؤال اللي بعد بيقولك if the distance between the center of the two bodies is doubled شوف اسئلة ريشو قد ايه قلتلك السنة اللي فات التانية سنوي term التاني بتحنهم كله كان ريشو ال r double يعني بقى 2 r برقزير masses are kept on a changes هو بيسألك على attractive force هو بيسألك على force يلا نفس الفكرة f equal g m1 m2 divided r power 2 صح b g اتغيرت لا هنزل مكانها 1 ال m1 اتغيرت لا هنزل مكانها 1 ال m2 اتغيرت لا هنزل مكانها 2 power 2 تديني 1 over 4 يبقى ده معنى ان force quartered قلت للربع يعني قلت للربع بيقولك two bodies of masses m1 and m2 and the distance between them are if the mass of the first body doubled يعني هو بيقولك الماس الأولانية doubled يعني بقى باثنين الماس and the distance between them is also doubled r بقى باثنين r هو بيسألني على force g m1 m2 divided r power 2 g سبتة هتنزل زي ما هي m1 بقت 2 m2 سبتة زي ما هي هتنزل مكان 1 r بقت 2 2 power 2 لما تعملها بالcalculator هتطلع معاك half يبقى ده معنا ان force decrease لل half طيب نكمل 23 بقولك two balls of masses 8 kg 20 kg يعني عندي قرأ الماس الأولانية بتساوي 8 kg الماس التانية بتساوي 20 kg بقولك the distance between the centers اللي هي r يعني 0.2 meter بيقولك هتلي universal gravitational بقولك if the universal gravitational constant is g يعني هو بيقولك ال g اسمها g وهو عمل حاجة غريبة قوي ده هو مسبت لي ال g دي في الاجابة صحبي معنى انه هو يسبت لك ال g في الاجابة كأنه بيقولك ما تكتبش رقامها كأنه بيقولك لما تيجي تعوض نزلها g زي ما هي طب طب انا عندي ال f equal g m1 m2 divided r power 2 فهقول ال f ال g هتنزل زي ما هي ال m1 ب8 m2 20 r 0.2 power 2 فانت لما تيجي تشتغل بالcalculator ال g نزل زي ما هي اعمل 8 by 20 divided 0.2 power 2 لما عملها كلها بالcalculator هتطلع معاك ب400 فالإجابة بتاعتها تبقى 400 g طيب بيقولك if the distance between the centers of two identical balls is one meter ال r بتسوى one meter خلي بالك من كلمة two identical balls and the force of attraction between them the force equal one newton بيقولك the mass of each of them equal يبقى هو عايز الماس بتاعت كل واحدة فيهم حبيبي مش هما اللي اتنين نفس الماس يبقى الماس الاولى بتساوي الماس التانية هو عايز ماس واحدة فيهم طب انا لسه كاتب معاك القانون دوت لما هما اللي اتنين يكونوا نفس الماس قلتلك ال m equal عملتلك القانون كده root f r power 2 divided g يعني هقول equal root force one r power power 2 g انا حافظها هو خمام مداني في السؤال 6.67 by 10 power negative 11 لما عملها بالcalculator هتطلع معاك بص الرقم دوت 1 2 2 4 4 3 point حاجة بق بص انا نط كم رقم 1 2 3 4 5 فتطلع معايا 1 22 by 10 power 5 بيقولك الساتليت الساتليت of equal masses orbit a planet يعني انا عندي بلانت وفيه ساتليت بيلفة حوالين من بيقولك ساتليت بي orbit at twice ال orbital radius of ساتليت اي يعني ايه الكلام ده كله يعني انا عندي نفس البلانت البلانت بيلفة حوالين منه ساتليت اسمه ايه وساتليت تاني اسمه بي وهو بيقولك هو بيقولك ان ساتليت بي at twice the orbital radius of ايه يعني الradius بتاع بي ادي ايه ماريتين يعني لو الradius بتاع بي باتنين يبقى الradius بتاع ايه هيساوي وان تعال نجيب الفورس اللي بتأثر على الاول بي احنا اتفقنا ان الاف اكوال g m1 m2 divided r power 2 تعال نجيب الفورس بتاعة الساتليت اللي اسمه b g sub top 1 m1 والm2 هما اللي اتنين قد بعض one by one اربع اربع مرات اربع مرات لايه انا لو عملت d by four وعملت d by four هتديني d one وهتديني d four يبقى ده معناه ده معناه ان القوة اللي بتأثر على ايه القوة اللي بتأثر على ايه قد القوة اللي بتأثر على بيه اربع مرات قدها قدها اربع مرات تعالى نحل السؤال twenty seven السؤال دي برضو افقارها حلوة شوية ركز twenty seven في فكرة بيقولك الساتليت orbit the earth at distance of hundred كيلومتر يعني انا عندي الارض ركز معي اوفي الرسم اللي انا هرسم ادي الارض وعندي ساتليت قالك الساتليت المسافة اللي ما بينه وما بين الارض المسافة اللي ما بينه وما بين الارض distance دي بتساوي hundred كيلومتر and the mass of the satellite المس الاولانية بتاعت الساتليت بمئة كيلو while the mass of the earth المس بتاعت الارض المس التانية بsix باي تن باور تونتي فور the radius of the earth هو بقى مديك الريدي بشانا يابني كنت بقولك انا باخد المسافة من السنتر للسنتر فانا المسافة السنتر بتاع الارض بsix بوينت فور باي تين باور سيكس فانا عايز المسافة دي كلها انا عايز المسافة دي كلها فانا لما اجيب الار هحسب ان الساتليت على بعد ميت كيلو ميت كيلو اللي هو مية في تين باور سري عشانا حوالها بلاس هجمعها على الريديس بتاع الارض اللي هي بسيكس بوينت فور باي تين باور سيكس ليه لانه هو بدل ما يديك المسافة على بعض اطعهلك حتتين يعني ادي عندي الارض و ادي الساتليت الحتة الاولانية الريديس الحتة التانية لهاية المسافة فانا جمعت الحتتين دول على بعض انا جمعت الحتتين دول على بعض تمام طيب تعال كده نجمحها بالكالكوليتور عشان نسهل من على نفسينا شغل المس بتاع المسألة انا هعمل 100 بايتين باور سري بلاس افتح براكت 6.4 بايتين باور سيكس نقفل البراكت الرقم اللي يطلع هعمله باور تو لما نعملها بالكالكوليتور هتطلع معي 4.25 بايتين باور 13 طيب يلا نطلع الفورس يلا نطلع الفورس الجي انا حافظها ب6.67 بايتين باور نيجاتيب 11 الماس الاولانية 100 كيلو الماس التانية ب6 بايتين باور 24 والريدياس اللي انا طلعتها 4.20 225 بايتين باور 13 على فكه انا عملتها باور 2 على طول يعني انا اخدت الاجابة عملتها باور 2 عشان اسهل على نفسي تمام لما تعمل دي بالكالكوليتور هتطلع معاك الاجابة هتطلع معاك الاجابة انا عملتها باور 2 على طول عشان ما نعودش برضو نحط ارقام زيادة يعني انا عملتها بعد ما عملتها بالكالكوليتور عملتها باور 2 تطلع معايا الاجابة في الاخر هتطلع معاك number D هتطلع معاك الاجابة number D type 27 بيقولك عندي الماس الاولانية بتسوي 70 والديستنس اللي هو الر equal 10 متر الماس التانية بتسوي 5000 كيلو جرام بعد كده هو بيقولك هاته ال gravitational force اللي ما بينهم ال F ال F equal G M1 M2 divided R power 2 G 6.67 by 10 power negative 11 ال M1 ب70 ال M2 ب5000 الر ب10 power 2 هتعملها بالكالكوليتور معلش هتطلع معاك الاجابة 2.4 by 10 power negative 7 دي negative 7 بس هي مكتوبة غلط negative 7 هتطلع معاك الاجابة بالظبط كده 2.4 by 10 power negative 7 طيب السؤال اللي بعد بيقولك بركز عشان السؤال اللي بعد وده في فكرة مهم بيقولك هو هنا عمل شوية تغييرات يعني مرة بيقولك ال M1 doubled and distance doubled هو بيقولك طلع لي التغيير اللي مش هيغير في الفورس طيب واحدة 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 طيب يلا ادي قانون الفورس G M1 M2 divided R power 2 يلا واحدة واحدة كده هقول كده ال F equal يلا يا صاحبي معايا بصوتك هل الجي تغييرت لا هنزل مكانها 1 هل ال M1 تغييرت ايوة بقيت ب 2 طيب هل ال M2 تغييرت لا هنزل مكانها 1 ال R بقيت بكام بقيت ب 2 اللي هو 2 power 2 لما عملها بالكالكوليتور تديني half هنا الفورس بقيت بها ما تنفعش انا عايز تغييرات تحصل تخليلي الفورس سابتة ب 1 طيب تعالي نشوف اللي بعديها بي بيقولك ال M2 is tripled tripled يعني بقيت ب 3 will distance is quadrable يعني المسافة quadrable يعني زادت 4 اضعاف تمام طيب يلا نشوف التغيير يا بتاعتنا هقولي ال F يلا اسمع صوتك الجيل اللي فوق سابت ب 1 ال M1 بقيت ب 3 ال M2 زي ما هي ب 1 وال R بقيت ب 4 بور 2 يلا نعملها بالكالكوليتور 3 divided 3 divided 4 power 2 هتديني 3 over 16 ما تنفعش برضو تعالي نكمل A B تعالي ناخد D تعتبر DC وDD تعالي ناخد C بقولك M1 و M2 are tripled وال D هي كمان tripled M1 tripled يعني بقيت ب 3 M2 tripled يعني بقيت ب 3 والمسافة tripled يعني بقيت ب 3 الفورس ايقل G سابتة ب 1 M1 بقيت ب 3 M2 بقيت ب 3 وال R بقيت ب 3 بور 2 هعملها بالكالكوليتور هتطلع الإجابة ب 1 يعني C تنفع D صح تنفع لأننا عايز الإجابة في الآخر تطلع لي ب 1 تعالي نجرب آخر واحدة اللي هي D بيقولك M2 is quadrupled M2 quadrupled يعني بقيت ب 4 زدت 4 أضعاف والمسافة doubled doubled يعني بقيت ب 2 يلا نجيب الفورس G سابتة ب 1 M1 سابتة ب 1 M2 بقيت ب 4 وال R بقيت ب 2 بور 2 هتعملها بالكالكوليتور هتطلع معاك الفورس ب 1 يبقى برضو الأخيرة تنفع اللي هي رقم D فالتنين اللي ينفعوا هم C و D هم C و D طيب بيقولك A block with mass 30 kg يعني أنا عندي block المس بتاعته ب 30 kg تمام طيب حطيت block تاني قريب منه كده اللي هي المس التانية بتسوي 10 kg والمسافة اللي ما بينهم 10 meter هو بيقولك هاته gravitational force الـ F equal G M1 M2 divided R power 2 G رقم ثابت ب 6.67 by 10 power negative 11 المس الأولانية ب 30 المس التانية ب 10 الـ R اللي هي 2 power 2 نعملها كده بالكالكوليتور هنعملها بالكالكوليتور تعالى كده هنعملها تاني مع بعض أنا عندي G ب 6.67 ب 10 power negative 11 باي المس الأولانية ب 30 باي المس التانية بتين divided الـ R اللي هي بتو power 2 هتطلع معايا 5 باي 10 power negative 9 power negative 9 يبقى أنت عدل واحدة من الإجابات دي خليها negative 9 تمام power negative 9 طيب آخر سؤال بيقولك if a planet doubled in diameter while its mass remains constant what would happen to its surface gravity معلش السؤال ده وات مكتوب بالغلط ده لسه هناخده في الليسون الجاي هحلهولك الليسون الجاي هو بس موجود هنا بالغلط يعني سيب ده مش علينا دلوقتي ده هناخده المرة الجاي تمام أتمنى يكون الفيديو عجبكم الدباء